اي افم سبور شيك سبيسيال رمضان اميغ لانزا على اي افم احلى راديو التسعة واربع دقائق على اي افم مساء نور صحة شريبتكم هذه سبور شيك حلقة تلاتة وتعتاش مارس الفين واربعة وعشرين نفس المواعدة الرمضاني ملتين الجمعة من التسعة للعشرة مرحبا بالنس كل يسمو فينا على فريقنسي بتاعنا التحيين يتابعو فينا على السوشيال ميديا باش فيسبوك راديو اي افم على يوتيوب اربع وشرين على اربع وشرين حلقة اليوم احدثها على وبرعية اشرف حكيمي في باريس سان جرمان ويسابه جديدا للحارس تيبو كورتواء قضية تزوير الاعمار في الكاميرون وتطورات جديدة علي معلول ومشكل في تمديد عقده مع الاهل المصري هل يرحل علي معلول عن الاهل المصري بعد تحقيقه تسعتاشن لقب مع الفريق حمدو الهوني يرحل عن البيداد البيضاء ويفسخ العقد الكشف عن شعار وسوفراء مونديال 2030 المغرب اسبانيا والبرتغال وشنو قال باولو ماديني على منتخب المغرب بيتكوفيتش مدرب الجزائري يتحدث على الغيابات في القائمة ونبيل الكوكي يرحل عن النادي سفيقسي سبورشيك من 19 عشرة مرحبه معكم امين جلنزا عزة في الاخراج وي ام في الفم تي في ومام القربي في السوشال ميديا ويحضر معي النجم قناة الوطنية خريج المدرسة الألمانية نمبر وان في الضحية الجنوبية الكابتن خالد حسني مرحبه مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات المستمعين ورمضانكم مبروك كل يوم رمضانكم مبروك كم نحن منهار في رمضان كبتن تاود مضيع الحسابانة تسعة جمعة دي فمالتن نصف جمعة دي لتن نصف جمعة دي تسعة اليوم ولا مضيع الحسابانة كبتن موريتم يتقلب في رمضان نحن بيهي خدمة في الليل ولا يبهي ممتزق ميتابوليزم والريتم وكل شيء بعد شقة الفترة تعمل فهمتي والله تعسيلة انتي اليوم قتل المرأة بتخدميش نسيته لجمة تدريب في العربية السعودية لعبة المنتخبة السابق ساحب لقب تشامبينزيك 2011 خالد قربي مرحبه ساعة شريبته كمين ساعة شريبته كابتن نسلمه على العباد اللي تسمع فينا وتفرش فينا على راديو ويا فينا تحية لكل من يتابعونا من تونس وخارج تونس خاصة أصدقائنا في كامل قارات العالم متعرفت وين سبتواجدين بكثرة في كل بلدان العالم ويقصروا بين الوقت تورتواج مائة اللي اللي مازالوا مشاقوش فترهم تاوى خالد اللي عايشين في كندا في أمريكا قلوهم شيئة طيبة ديكالي كابتن عندي ساحبي في أستراليا بدأ يتابع فينا احنا زايدين عنينا سبعة سوية هم تواح سبنتي الوقت تسعة تاوى سبعة سوية قداش ماضي تثنت عصباح بدأ يتابع فينا بلال العباسي في بيرث نسلم عليه باش كالساعة ذيكا هو يعيش في تونس بالحق معني تتسور هنا البر هنا بدأ نستنى نرشت أخبار وقتش هنا عمري ما نتفرش بيها الحنين الحنين يجبدك وتتفرش في تونس هنا تتسور هنا زايدة كيف كابتن تون بنتفرج ونستنى في موعد الأخبار على أحر من الجمر خالد البرح حكينا على اتلالة محمد سليتي في قناة الوطنية اليوم عندي اتلالة أخرى داي دوري بش عمالها فقرة رسمية اتلالة الكابتن الكابتن الحقيقة كنت تشوف شوف الوهرة شوف شوف الكابتن مع علم تونس رئيس تونس القادم سيقدم نفسه للانتخابات هذه الصورة عرضتني في السوشال ميديا وكابتن نعرفك أنت ما تعرضش أنواع عدينا الصورة هذه الصورة هذه في تار طبعا في تار يوم الرياضة في البرلمين في البرلمين بضب ونزيد نشكرهم خاطر رئيس مجلس تأسيسي واحنا بشينا عملنا الحوار حوار مثمر على قلب ان شاء الله عملنا في مجلس تأسيسي بالنسبة لي أنا كنت فرحان برشا خاطر من هذا المجلس انبثقت الدولة الحديثة ودوت الاستقلال ووكل عشرين سنوات أو ثلاثين سنوات وقلت له إن شاء الله كما معناها صارت من هنا خرجت من المجلس تأسيسي معناها مشاريع وقوانين وكذا إن شاء الله القائمة وجوه نيرة وجوه كابتن خدمة الرياضة تونسي في الكاميرون تحكي برش على قضية تزوير الأعمار اللاعب نيثن دولاء قيل أنه عمره 17 سنة ثم تم اكشاف أنه عمره 23 سنة يبرع اللاعب من تهم التزوير الأعمار اللاعب يبدو أنه عمره 17 سنة برش نشوفه صورة نيثن دولاء اللاعب منتخب الكاميرون يشارك في كأس أفريقيا للأمم مؤخرا هذا هو نيثن دولاء خالد 17 سنة عمره اللاعب وليس 23 سنة حسب الأبحاث وحسب ما قيل في الفترة الأخيرة في الكاميرون سيح همين مش سابقة ذا صارت من قبل نذكره عنده 43 سنة صارت مع المنتخب بالنيجيري موش غريب على خاصة في الأفريق في الدول الأفريقية لأنه بالصحرات دي ما فهمت تزوير أعمارهم إنهم موش يدلسوا كما بالدرجة اللغة الدرجة متعنا يدلسوا أعمارهم وموش يدلسوا أعمارهم وموش يدلسوا أعمارهم تحب تزكوب الأفريق بليجون ما عندكم يش توصلين بعد ما عندك بش يتلقى عبيد فرد نيفو معه وفرد عمره معه دونك يلزم الحكاية ذاية سورته ما عندك الكاف تنتبه لها بكثرة كاف وليفت تجعملوا إجرائية واختبارات ذات تزوير الأعمار يلزم اختبارات الكشف على العظام والأسمان يلزم اختبارات ويلزم خطر المشكلة ذاية لو أنت تلقى كامرون تلعب مثلاً كنتر بمنتخب موريطانيا ولا تونس ولا واحد كنت بدأ مجنسة سبعة ثمانية موش مجنسة مدلسة مدلسة سبعة ثمانية ما عندك بش تربح المنتخبات ذاية ما بش تزكوه كاس أفريقي كابت يظهر عمره نعرش أنا مانيش خبير لكن سبعتاش هذا يعمل سبعة ثمانية سبعتك 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 ما يرى في القانون في فرنسا في الكود سيفيل يقوموا بشكل تس أوس لتعديد اختبار يشمل العظام اختبار يشمل العظام والأنسجة لتعديد الأمر يجيبوا بالضبط نشكو نشكو مانيش مكتوبة بسيطة مانيش ونأخذوا به . وراهوا مرة أو أخرى في رمس Billie جيدوا أسماء لعبين كبار كبار مدلسين عماره أشهر واحد ه –放دب واسد كبت في ثانية ، أعمر 50 سنو �enen أما يهد عن السكر كبت هكو رونالدو نازاريو داليما قال لعبنا منتخب بريزيل الذون يوقت عمارنا 16 سنوات في نيجيريا يوم الـ U21 معايما بينهتنا خمس سنوات بعد م capacته لا رじengo الآن ولكن خمس اثنين وبعد ما معت فمر خمس اثنين. حد شيء لهو صحيح لهو حد شيء لهو. يقول لك سن البلوغ يحدد موش كما سن البلوغ في جنوب المتوسط كما شرق أوروبا. معناها يمكن احنا في 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 جنوب في جنوب أوروبا معناها في المتوسط يمكن سن البلوغ جي أكثر. نظراً لي عدد تعوام الكبب. موفول وجيه وظروف معي شكل. ومور علمية كلياسر ودخلت فيها تستو سو. ولكن يظهروا أنه يوجد 60% من المتوسط. واضح به حار سريال مادريد تيبو كورتواء عاد للتدريبات بعد إسابة أبعدته عن الملاعب تقريباً ستة سبعة أشهر على مستوى الركبة اليسرى. إسابة على مستوى الأربط المتقاطع. لكن يصيب في الركبة الأخرى بتمزق على مستوى الغضروف. المنسك الغضروف في العربية. ستة أو سبعة أسابيع أخرى. يعني الموسم انتهى بنسبة بو كورتواء. لا يكون الموسم وإن شاء الله مش زاد المسيرة. ما هو الساق الأخر كبت. ما هو قوة المدأس و ما هو قوة الحارس؟ سيطح المدأس و ما هو قوة المدأس و ما هو قوة المدأس. يتصلحوا كبت. لا يوجد شيء غريب. كيف عمره؟ ستة أو سبعة أسابيع. هل هو من موالي تلاتة وتسعين حاجة؟ معناً يف Cesaba مع هل هذا قال أنه حول ريال موجود في هذه المعارسة. تىام المبنائية في عندي أسابيع تريد هذه النموذة. تعالى ضم تا واحد يجير معدش سبحان الله ذي الطبيعة فهمتني واحدة تلاتين سناكت شوف امين بالنسبة لينا ذي خسارة كبيرة سوتو عنده ماتش كبير برشة ضد السيتي ونعرف ونحن قيمة كورتواء في الكيب تيب متاع ريال مادريد وتحس تول ما الريال ما عندياش حارس اللي ينجم يعودو دونك شوف في العالم الكل مليت خلقت الكورة رأوا قليل ويني واحد بشعمل لجامون كروزي في ساق متسلوش مشكلة في ساق الاخرارة برشة اللي عمل الكروزي في اليمين ولا في اليسار تسلو مشكلة في الوبوزي معنا تالي ما صارت لها شي كاو اني قلت لك انا ضد السيتي انا فرحت كي رجع قلت على الاقل معناتها يكون فرحت بمانا كمشجع مادريدي بمتياز بلاستو موجودة وعندو امباكت كبير على 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 مادريد ولكن الحارس المعاوذة الاوكرانية عند ريال ينين قاعد يقوم بدور دي ما وش فرد نيفو ممتس نحنا نذكر وتعمليه الكوب دوروب تشامبين زيك الي هزيت الريال مادريد كان عندو دور كبير عندو دور كبير كبير خاصة في الماتش في الالي في تشلسيو في سيتي عمل المقابلات كبيرة ارى او جيب هول ثلاث راها تسمى بالحديث على ريال مادريد تقارير تفيد انو اشرف حكيمي لن يلتحق بكليان بابي بهم زي المشراس من كليان بابي كل مؤشرات تقول انو سيمضي عقد معا ريال مادريد وحتى كلام على طلب كليان بابي ضم اشرف حكيمي تعرف العلاقة بين الثنائي هذا كورا وين وحتى خارج المستطيلة الاخذر لكن اخر اخبار تقول انو حكيمي لن يغادر باريس سان جرمان وسيمدد عقده حتى الفين وثمانية وعشرين حكينا في الموضوع قبل الرمضان امينو تتذكر شنو قوت لقوتك راو صعيب انو راو بشيل تحق بمادريد صعيب انو مع انت بشي قبلو طلب كليان بابي انو اشرف حكيمي بشيل تحق ونذك وقوت لك راو كالفخاري قدم في موسم مستثناء ونتي قوت لي لي متقارنهمش لي مخدش متقارنهمش اما قوت لك حكيمي افضل من كالفخار انتي تشوف الملمات شدوم العاشر الاخراني راو كالفخار عندو امباكت كبير في رباح المدريد را سوطو الماتش الاخراني اللي ربحو فيها عربعة راو ساجل هدف يتقرر را صعيح دونك من اجموش انو يجيبو كونكيرون بتاعو سورتوه حكيمي مش بش يرضى انو يقعد عالبنك وكالفخار مش يرضى على يقعد عالبنك وتحبو لما تحبش كالفخار انترنسيونال في سبال كابت حكيمي زده خلينا نقوله معنى مكانش عندو رغبة الانتحاق زده بريل مادريد لو كانت عندو رغبة لكن معنى كانت الامور تفرق با يقول لك كان اتوا في وزا حكيت زده شهرية وحكيت برشا حواج ولي ايندي ليدر في باريس سان جرماية يقول لك سيبال موموم زل صغير ينجد ما انتحق في اي ماء في اي وقت بريل مادريد بعد نجاحه في دورتموند نجاحه في انتر في شيرتو زلتو في الانتر في المنتخب المغربي قونت فكر انا كالبانينكا ماركب تصور انتي في الكاردفينال هذي كالبانينكا بشوريك الرجل شلو قوة شخصية انتعوا قوة ثقة في امكانياته ومؤهلاته دونك با با تياتر زده الاخرين عام ٢٨٨ يقول لك يخرش العام جاي معنى ما يخرش ليبر كيما كيما مبابيه يعني مو طوا واحد تكويه بطا آآ كاو كاو لكن هما اعطاؤوا المفاتح للمبابيه طوا منذ مدة يا خيامين اروا تمديد فيه زده حوافز فيه حوافز اكيد حوافز ووجد الجيراية ساتو ضعف ساتو اه شاطئ اللي بيلقيهش في ريال مدريد ما يلقيهش في ريال مدريد بما انه مدلل هو نوعا ما في باري سان جرما يلا فاصل فنحكيه على علي معلول علي معلول المشاكل في تمديد العقد مع الاهل المصري هل يغادر علي معلول مصر نحو وجهة خالجية فاصل ورجعي انتم تسمون في سبور شيك سبيسيال رمضان اميغ لنزم على اي اف ام احلى راديو التسعة واثمونتاش نتقيق على اي اف ام هذي سبور شيك لحديث على لعب المنتخب الوطني تونسي وليعب الاهل المصري علي معلول بو ما هوش في تربس المنتخب حاليا المنتخب المتوجد في مصر علي معلول ومشاكل على مستوى تمديد العقد مع فريق الاهل المصري ويقال انو علي معلول نوعا ما غاضب من مسؤولي الاهلي المصري وربما يفتر للرحيل عن الاهلي علي معلول اللي عنده تسعتاش لقب مع الفريق المصري اه فما في رقم هذي تسعتاش لقب في في مسيرة اه ينتظر تمديد عقده مع الفريق حاليا احنا في شهر مارس احنا اليوم تسعتاش مارس معنا السيزون قريب توف وعلي معلول ينجم حتى يمضي عقد اه او اه عقد مبدئي مع فريق اخر بما انو في نهاية عقده وعقده ينتهي في جوان الفين واربعة وشرين بك فيش الوضع المسؤولي الاهلي كابتن طالبه علي معلول التخفيف في اجر وعلي معلول يتقاضى واحد فاصل اربعة مليون دولار سنويا يعني مبلغ هذي ما شاء الله ما يتقاش حتى في اوروبا اه بالاضافة الى دفع جزء من اه المبلغ هذا بجنيه المصري معناه ينقص من واحد فاصل اربع مليون دولار وفما جزء سيتم دفعه بالجنيه المصري بما انو تعرف انو فما مشكل كابتن في على مسئ العملة الصعبة في مصر صحيح بليت عشرين مرة فما اتصالات يقالوا مع فرق خاليجية تشوف علي معلول ممكن المشكل هذا خالد يخليه يرحل على اسوار الاهلي المصري في قادم الاشهر هل هذا اخر موصف لعلي معلول مع الاهلي حسب رأيك بالنسبة لي انا اذا معلول اخرج من الاهلي رأي خسارة كبيرة للاهلي خاطر ما عندهم شوي احد في الكوتيجوش انو معنتا يصنع اللعب وجيب ويعمل فرق ويسجل لهم في الاهديف انا حسب ما نعرف في ديسمبر وسبتمبر اللي فات جيت ووفر منا من سعودي فاهمت وقعدت مع الاهلي شوف تحس حتى الفريق في السعودي حسب رأيك والله يظهر لي سمعت الاهلي وقت اهلي جدا فاهمت لنسته متأكد مانيش متأكد رأيك مانيش متأكد لكن فما عارض سعودي فما عارض سعودي فاهمت اخسارة كبيرة للاهلي تحس حتى توا في الشامبيناه يلعبوا في ولدهم عرير جوش مانتا يحبوا يلنصيوا شوف جامعيات الكبيرة كما الاهلي دي معندها ان بخوجي سبوكتي في القدير معانتا اذا معانتا ما هم شدين سعي بشي عادوا علي معلول معانتا عندهم مؤهد معانتا ينجم يملى الفراغ متاعلي وكاوه ديكا معانتا الكورة ديكا دومين الكورة معانتا يجي انسخ تاممون يجي وقت انك معانتا يزمك تغير من الفريق وماكش شدوم معانتا الكورة ما نسكل تعرف ما تماش دايما حتى حتى لكن علي معلول في المباراة الاخيرة كل يلعب اساسي معانيها خالد يلعب سعين دقيقة عنصر هيم مفتاح اللعب بالنسبة الاهلي المصري ملك الحلول انا قتلك خسارة كبيرة الاهلي اما ما ديم هما رغم الاهلي المصري تحب ولا ما تحبش ما ديم معانتا ما همش معانتا لانه غير عادي الى حد الان في شهر مارس تجديد والاعلان شوف الاهلي المصري ما تغلطش الغلطات متاع الفرق الموجودة اهلي المصري اذا ما عودوا تلوش قبل ديسمبر رأسك يسير معانتا مش بتعود ها دي شنقولا نابين مؤشرات ممكن تفيد رحيل علي معلول عن الاهلي المصري كبت شنو هرايك في وضعي تعالي معلول هل سيغادر تعليقك علي سير في الفترة الاخير والله ساعلي معلول ساعة اسطورة اسطورة الاهلي واصبح والله عظيم ودخل من الباب الكبير للتاريخ تاريخ الاهلي وما ادراك ولا اللاعب اخر كيفو تونسي خنقولو معاناها اه عملك ما عمل هو في الاهلي وكسب حب وشعبية الجماهير الاهلوي شعبية كبير رئيس وكما انت قلت كبيراتك صحة مفتاح مفتاح اللاعب للاهلي كذب عليك بلاريت ايه الواحد المساهمة في الهجوم هذين سكلت عرفوا بقى شو تونسي انتها كالحكاية دي اذا كانت عندهم رغبة كبيرة ياسر طوي يلقاو حل اذا الاهلي عنده رغبة باش معلول يواصل طوي يلقاو الحل بالنسبة المعلول عنده الحق توروا في اخر الواحد دروا الانسان يخمم مفلوس انا نبدي ما نفقوش على بعض النعصة او لا يخمم الناس كل تخمم كما رونالدو يخم الفلوس كما محلول يخم فلوس بقى 34 سنة 34 سنة يقول لك انا يا اخوية تقول مش ولا يعني نخلص بالجنيه مش عم بيه ها جزء 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 من جيرات السنوية باش انت معناه ينقص مجرايا داي معمول بيه في العالم اجمع في الاخر يلقاو حل فهمتي بقى بو اذا ملقاوش حل معناه يكون اتجاه لتاعه سيكون السعودية مية في المية فهمتي هل ترى مش يلقى هال الجيراية دي الواحد فصل اربعة مليون دولار برشة جميل قاكتر في سعودية ويستهل ويستحق يستحق هذه الجيراية ويقال انا من اكبر الجيراية في مصر ذو اللي موديست الاعلى اجرا واحد فاصل ستة يدهوليه موديست سون عمل مقارنة باعلي معلول حد شيء متواضع بالضبط موديست متواضع كابتن تشوف تواجه المدرب كولر يعاول عليلي معلول مية بالمية كولر ميحطش علي معلول على بانك الاحتياط وجزء مهم جدا من طريقة لعب الاهلي وتشكيل الاهلي المصري حسب ما نفهمين وحسب مرة انو المدرب كل يرغب في تواجد علي معلول حاجة اخرى اذا المدرب قال نرغب في تواجده سيكون ضمن الافكتيف تاع الاهلي اذا خطر كلمة المدرب هي تفصل هذا النزاع تبقى يخاموا يقول لك ماتا بش نقدو دي بندان دو معلو يزور يزور بارسلونو ما ادراك انفصل انت على ميسي مشي وقته تنفصل على هو كابتن ميسي نوعا ما انفصل على بارسلونو كيف كيف شو هوا ولا هيا ولا هوا معناه ما عادش في بارسلون والاهلي كيف كيف الاهلي معناه يزوز اذا فم حلو طو الوقت الحاضر اللي دي بندو معلول التواصيل اللي هنا مش عارفين انا عرف شو صار في مصر داكتبار كلا عليه تبقى كما قلت انتي بارش اذا في الاخر في الاخر اذا المدرب خاصته به طائقات انت دوري روشن تتقال شو صار لما فم عارف قدما من احد الفرق السعودية الله علي معلول ووكلاء اعامله ترى عليه معلول يناسب الدوري هايدي خاستانوه دوري هجومي وعلي معلول يتقن لعب الهجوم اه 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 هجومي ودي في ال اشيط بينشير على الشيط به نشير انا الرأي معنات اسيطة دوجوم متاع علي معلول ينجح على الاخر في الدوري السعودي راه معنا شفنا تيليس مع النصر. معنا تطابع الهجوم اللي عنده معلولة تلوج عليه الدوري السعودي. ونجم يكون حل معنا تصورته معنا تفي في الاتحاد في الاهلي. ذوما الفراق اللي نجم يلعب فيهم فسيما. في رق الصندوق اللي عنده اموال الطائرة. في رقه ذوما اللي ما عنديش اريرجوش معنا تدوكاليتي. توافق خالد نفس الراعي كابتل. فم حاجة بركة اللي تووه في الاهلي تووه معناه السيستام تاع الاهلي ظاهر ونسكن تقفت في هذا القالب معناه يسكن تعرف بعضها. تعرف بعضها يا كولكتيف اكسراوردينير في الاهلي. دونك معناه مش يمشي لكولكتيف اخر. بالنسبة لي انا فهمتي بوقع معناها المواصفات تاعه الفردي. تسمح له تسمح له بشال عب في الاهلي ولا في النصر ولا في كده. فأنا ريناه. ما لا سيتوه رب يجيبه في السواء بكاوه وانا اقول له شو وانتلقى بس يدفلوه سامش. بالنسبة للمنتخب الوطني. تونس علي معلول غير متواجد مع المنتخب كابتن. تراه هذا. ما ترايش بارادوكس كبيرة دي. هني سألتكين. هني سألتكين. بتشوفوش اللي بارادوكس ومعناها تناقض كبير. الراجل نجم. مش هنه احنا قلناها قبل اما زاد اكدها ابو تريك. نجم النجوم نادي الاهلي. ومصري في الكورة المصرية. غادي. بشأن عظيم. وانا انا قلو له من شأنه معناه وشكون وهو ويمشي. معني فهم انا استوي جاتنا. مش ندخل في الامورة دي يا اخويا. معني هان الدخلية ذو ما والقوالون والدنيا والمحللون كثرت والدنيا كثر مصطلحات غريبة على كورة القدم فهمتي. ان هو اغرب مصطلح كابتن عند كنتي. وضاي شو انا قلت لهم انا مرة. اغرب مصطلح. قلت لك كنتي اللي لو جعلية. بله هي بله المايك كابتن. شو؟ المخرجة سمحي سمح. قتلي راوي الكابتن اللي اللي يتكلم في المايك. بله يا اسا اتكلم. شوفوا كابتن اكا القوبة على البرتوكالية وشجع المتخب الهولنديا. اي عزة فانستروي. اتخليت كابتن. المصطلح الاكثر غرابة في كورة القدم. والله هي مصطلحات غريبة وغريبة جدا. يقول لك ويحد يلعب تحت الاخر. مش يقولوش ويحد يلعب تحت رأس الحربة. كلام ولا مشكلة كلام. ميقولوش اللي رأس حربة وهمي. قلت لهم جيبوهولي. الحربة ينسع المواهمة. احنا في حملا. ما في حملونا نتلع اللي نسينال. اذاي لا يشوفوا فار ولا باقي في لرجو ولا يشوفوا حارس وشوفوا وهمة. حتى الكرة تعانى أصبحت وهمية. تسعة وهمة. ايه. وكلام اخر. كلام اخر. ونساوي الشكل. شده الشكل. ونساوي المضمون. وخلي يقولوه ولي يقولوه. المضمون هو اللعب هو الفنيات شو ما حليها برتيكة 4-3-3-3-2 اللعب محلول فكاذا وامور احنا يجيوا الناس كل ياخذوا ساعة وين يركبوا في اخر الكار كله في الدفاس يبدوه جايين بداخلية ستاد كل في الدفاس هي قدش ما تهمش تقدروا ساكرية انتي 0-0 في تونس 0-0 هذا على سسمنا على على شابرات ذاك انتظر في البلايوف طبعا ما هو البلايوف ؟ دورة رمضانية أريد انح различنا بلايوف دورة رمضانية نحن جانبا من أول وحد علي ماوض وما تشوف الوصف علي ماوض انت ما انا ما ماقلبتك تتابع المعلومة رميت معلومة رميت كلمة وما حبيش توضع ما غير قتلك وانا قتلك لك عندك معلومة من مصادرك قتلك ما حبيش ما حبيش تحيش وقتلك على المعلومة ما ما هو المشكل يعطينا طبيعة المشكلة. ما نقول لكش المشكلة. فميش مسكلة هي. ما مش مش تحط في الليستة. وانا نحب نعرف انا انت بتخنى في موضوع اخر. الليستة هذية تو نحنا نحضره لغينة السيوائية وليه في جوان. تصفيت كاس العالم. هكا وليه. الليستة هذية تو قدي مش تلقى منها انتي في الماتش هذي. مش تلقى منها خمسة ستة ماكس سبع. ماكسيموم سبع. واسكو انتي تو فما ملعبية اسكو تستحق تمشي للمتخبة ذي. وش نعمل اخوين دي كوبان دي اخي اسمي كيب ناسيونال. يا حسره. يا حسره. يا حسره. ماشي لا كارت. طوى. اصبحت لعبة. يودي راه شي مقدس يا كيب ناس. مش ليجير او يدخل ويلعب. هذي فما حتى. فما حتى ايسامي ما خبت خاطر. شوك. فما ايسامي تعايتنهم فما مريط عموتة. مش طال. الوضعية كبت. المكتب الجامعي غير موجود الى حد الان معنا المكتب الجامعي الجديد. اي. يمشي تسلم تقاليد. وادارة لائبهم. فما مكتب جامعي حاليا. لكن مش هذيك اللي بش يتولى اه ادارة اه بقاليد كورة قدمتهم. سي في الفترة القادم. طبعا فما مدرب شي جي. مدرب. والسيد بالحسن مالوش خدمتو. فانت ادار انه اي. قال فما مدرب شي جي. الميكرو. اي فما مدرب شي جي. اي سيد تم حسم الموضوع ولا كيفاش. قال لي قال. فانت ادار مكتب الجامعي الجديد. بشيت اخذ القرار هكا. اي بخطر. خطر. خطر. مكتب الجامعي الجديد. يقول لك شو وقالك خوضوا انت. بذب. بذب. ادبني. وبيهي. ط هو انت هاي سبعة وعشرين عن الزخمات شويت. توقليم اي ذا. باش في فصح. قدرونا شوية وقدروا كورة تونسية وقدروا المنتخب وبيقي نقولها هذك ساحبي وانا ساحب الوكيل الاخر والوكيل الاخر كما قال عموتا عموتا وقت دخلوا فيها وعندي تجيل بعد تولك وقت دخلوا فيها في سسنة وقت دخلوا فيها في الأردن ومشي تنحونا في الأخر معناه عمل لهم انجاز كبير قال مشكلتي أنا هو السيسم والتواصل الاجتماعي دخلوا فيها دخل عمره في حياته ما دخلوا فيها قال تعبش كنت خلفية عموتا عندي تجيرة قالت خلفية مناجير عنده خمسة ملاعبية في الكيب ناسيونال لعب له في واحد تحب اللعب له في خمسة وقال نفس الكلام على فريق الويداد البيضاوي وانا عتيتك طوى التاريق وانت يكمل قمشي وسوق كما تحب الكبتن وقال نفس الكلام على فريق الويداد البيضاوي قال فما وكالي العمالي يتحكمه الفريق من الموكيل العمالي عنده السبعة لعبين وتعرفة وكالي العمالي نجموا يفرضوا كابتن لعبين ويتحكموا في الفرق وحتى المنتخبات خرخي مينديز في الولفز كان يحكم كابتن عنده ذهول لعشرة ملاعبية ومدرب علش نخبيه علش نخبيه مخاف من حد علش نخبيه فما حقيقة في تونس انه لم الوكال هذه خدمتهم يحبوا يحطوا اكثر ملاعبية انتهم ولكن انا كمدرب وطني جدهم لا انسيقنا وراه هذا الطيار الكبير معناه والدليل على ذلك برب يحسبهم قد يجيوا من عامين تو ادخل اخرج رايحة جاية رايحة جاية والكلهم خالد والكلهم اختاروا تونس على مصر والله حتى اختاروا تونس على فرنسا والله فرنسا هتعرف كما تورا هو الترنوى ذا في سسمها في نيوزلندا يلاعب هما من قرواتيا لا لا نيوزينندا ما تعنينا محتشي كورت خدام رجبي في بالك انت كرواتيا هزت 26 لعب اللي ستار كل موجودين بوليزيتش عندو كروازيه هزو معه كونترات وعندو معهم وحطين ستة ستنباي خاطر كونترات يفرض عليك بشتاخو فلوس في طبوة تقول لك تجيب فلان وفلان وفلان خالد انت نوعا ما سامحني بشقول لك مو كيفاش هي متضارب في اقويلك في انك انت طلبة بعدم سيطاع لعب التراجر ايضا وهلنت الطالب أشين هو ما تعييتم ثمن انت عبيد والله العظيم بشتراه همه اخرى akkor فله Family السخيري مش بشYO العب السخيري مش فلوي其 السعدي حبين كَنشوفوه مش بشدي قالك عمال عمليزي رحي هذي الماتش الوحيد اللي معناتها هذي الماتش الوحيد اللي هو اختبار للغين الاستوائية ونعرفوا نحن غين الاستوائية في الكوبدافريك شا عملت سعيد بياسر شوفوا حاجة اخرى نسمع في ناس يقولوا ونشكر المكتب الجامعي اللي معناها طلب بالترجي معناها وافق استجابة لطلب الاعفاء عليش سمحني يا خالد عليش نشكره فيه هو من الول هو الغالة كي انت عندك الفكرة وكان انت جيت معناها عندك مسؤولية وتعرف الترجي عندها عندها اشيانس كبيرة ياسر هي الشامبينز ليك من الول ما تعيت لهمش مش تعيت لهم وبعد اش ناحية معناها غلطين فيه غلطة شو قال لي والله ينشكره في مكتب الجامعي تي هو غلط من الول مكتب الجامعي حقهم يا عايتل حتى حد ما الترجي واضح به الوداد البيضاوي حمد الهوني يرحل الوداد لكن المستحقات تعرق الفسخ العقد حمد الهوني والاختيارات في مسيرة حمد العوني الهوني والإصابات خروجه من الترجي حمد الهوني في الوداد البيضاوي شبح حمد الهوني فلوب مفرما الفلوب والطوب أكو أليه إذي إنتي داب فلوب وإحنا نتكلم من عليه هنا إنتي داب فاشل يعني فاشل إذا الترجي فرطت فيه وخلت ويمشي أنت هاي معاه شو صحة الترجي لاحظة لكن الترجي حبي جدد لا بقى في الأخر بقى هو الأخر رشاد بقى نسمع شو بالنسبة لينا أخو سمع بالنسبة لينا سامحني أخي خال بالنسبة لينا الهوني ما أعطها حتى شي لترجي رياضي تونسي وقلت هالك هنا وقت فوزي بنزرتي قال عمالنا نعرف شنو ركريتما قلت له يا فوزي رد بالك رأوا الهوني والأخر نعرف شنو رحكي فهوك هوك هوك اللعب خمسة وثلاثين مباراة سامب خمسة وثلاثين هدف بأس من السنية بأس من السنية بين بنت ويت و خمسة عشرين مباراة وما نعبش برشا وليس بأساسي مصاب كثير من اللعب حتى في الترجي وما جابوه مش عشو مبينة مش عشو مبينة مش عشو مبينة صحيط عبتي أنك نجيب وندفع فلوس في ذيكة مش عشو مبينة شو مبينة أنا قلت هاله موش انجوغ دي سيزيف. ما ده تلقاه مع مع في البطولة تونسية مع الفرق اشتر البيس تلقاه. اما في الشامبينز زيغ مع مع الشاي. شاحي. كي جبت البلايلي ترجي انتي. ديو الشامبينز زيغ. مش كيف كيف كابتن. لا مقارنة. موش هيدا الموضوع. الاندي اللي تلعب على الشامبينز زيغ راي تعمل ركريتوماتيحة على الشامبينز زيغ ينبع على البطولة المحلية. ديجاه واخر مباراة لعبها مع الوديد ضد تنجا. نهار 12 مارس لعب ميتون وخرجوا. ذوي ذا اخر مباراة الفوزي البنزاري وقتها مع تنجا. على اثر الهزيمة غادرة. فوزي البنزاري. ثلاثين سنوية حمدو الهوني. الوجه هوين. هل سيعود الى ليبيا. تونس منتصورش. سعودية. لهو المستوى كم تنمشي العافية للسعودية. يمشي النجم يمشي الدوري القطري راو. قطر عم نقبل الوديد جا. 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 زفر في نجم. في اهلي القطر. قطر السيدو جا متاعي ونجم ينجح في قطر. ميحبش لبريسيون وميحبش مع انتا جور تكنيك. نجم ينجح في الدوري القطري. لكن مستوى عالي راو في قطر راو شو. اي. ما اشخد. ها. هكو لك. يزمك تعرف وتشخص ما هي الاسباب اللي جعلت الهوني ان الادان تاعه يتدنى الى هذا المستوى. يحتمل والله اعلم. مل فما اصابات. عنده اصابات هو. عنده اصابات عديدة. اصابات لأسباب العرشة والاسباب. الودادة البيضاوية وضعية صعبة جدا للفريق ذا. تصريح لمدرب بنك الاهلي طارق مصطفى قال انه تلقى عرض من الوداد بعد رحيل فوز البنزارتي لكنه يرتبط بعقد مع بنك الاهلي الوداد. ازمة تسييرية ازمة رياضية. فريق سيشارك في مونديال الانديا في امريكا في وخمسة وعشرين لكن وضعيته صعبة جدا خالد وانت خبير بشؤون الكورة المغربية. شوف امينا حكيناه في مل دفوع في البلاتو اذي قلت لك راوه ما دام الرئيس ربي يفرج عليه مهوش موجود مع الفريق ومهوش مع انت ملم بكل شي. دونك بس نورمال بسير مشاكل. ما تعرفش اندي توش كون يحكم في الفريق. ما تعرفش كيفيش الامبيانس. هاو فوزي ثلاثة مرات يخرجوا عود يعود يرجع التو خرج. معانتها الملعبية فسخوا لسبعة ولا ثمانية ملعبية في ديسمبر. دونك فما برشة مشاكل راوه. انا بالنسبة لنا يزيمهم يعملوا اجتماع معانتها البلتو بوسيب اللي يختاروا فيه رئيس جديد. وخاطر ويديد تحب ولا ما تعرفش فريق كبير معانتها دماج انو منشفنا القاوة عم يجيه في شامبينز ليك ولا في الكاف. معانتها مو ينفسوا سنة ثامن ولا بتلسعة في الشامبيونة. بعيد علي الشامبيونة. دونك هني قلت لك معانتها. يزيمهم يعملوا اجتماع ويقرروا فيه ويختاروا فيه رئيس. بحيب عشوية مش نحكيه على آآ مونديال آآ المغرب البرتغال وآآ إسبانيا. المدرب بيت كوفيتش. وقت تفسيره لبعض الغيابات بعد شوية. اليوم كان علينا على شعار المونديال. المونديال الفين وثلاثين اسبانيا. آآ المغرب والبرتغال. يلا باموس. يلا بالعربية وباموس بالاسبانية. نجم نشوفه مع بعضنا الشعار. شعار مونديال الفين آآ وتلاثين. هذا هو الشعار. آآ وفوزي لك جع كابتن يعد بافضل نسخة من المونديال عام الفين وتلاثين. تعرف قيمة التشالنج وقيمة التحدي بما انه كابتن يجيه بعد مونديال امريكا. مونديال امريكا تشوف من تاوستاديت حاجة مبهرة كابتن وشوفت مونديال قطر آآ اللي تعدى صنفوت حتى غلطة في مونديال قطر. مونديال امريكا بشيكون ايضا مونديال على الاعلى مستوي حسب اللي قاعدين نروا فيه حاليا احداش الملعب في امريكا ثلاثة في المكسيك واثنين في آآ كندا. بعدو يجي مونديال آآ المغرب اسبانيا والبرتغال وفوزي لك جا بافضل نسخة مونديالية. على اي اساس. على اي اساس ستكون احسن نسخة مونديالية. فما كلمت قال كابتن على آآ الشغف والباشن في البلدان اذية. لا تكلم. لا تكلم. لا تكلم. الاسبان والبرتغاليين والمغاربة لكورة القدم. لسكل تحب كورة قدم. لسكل. اكريت في قطر تبارك الله. وراهو صعب وصعب جدا. يعني قطر حتى تلابارترووت يكذب عليك. راهو باش يجيب بلد اخر. ويعمل كيمة قطر راهو صعب وصعب جدا من ناحية التنظيم ومن ناحية التنظيم اللوجستي ومن ناحية من ناحية من ناحية. كيف المغرب راهو صعب وصعب جدا باش فريق عربي يونس النصف النهائي. انتهى. انتهى. معنا امور دي مش تقعد في التاريخ وانجاز كبير وكبير بالنسبة للمغرب وبالنسبة لقطر. زد على ذلك ان قطر آآ نظمة آآ كأس العالم وحدها. ام. كلاسك العالم وحدها. اتفينة وثلاثين. ساعة ولا. صحيح. المغرب. في رقعة آآ جغرافية محدودة. في رقعة جغرافية وكذا. ونجحت. والنجاح باهر. ولهذا السبب معناه ستكون رفيرانس بالنسبة للناس الكل. ونعرفوا شون يصار في قطر ومبنية ومدن وكذا. وامور بنية تحتية معناها من اعلى اعلى مستوى. دونك معناه متخب بسيد لكم. نبيوسي ما والله احنا مش وكون واحسن شكون واحسن شكون قال لك مش كون احسن. الملاعب كابتن اللي ستم تشيدها في في المغرب ملاعب على على مستوى. تشوفي سانتياكو بيرنابو. تشوفي الكامبنو. ايضا التغييرات والتحسينات هذا كله ما يظهرش خالد انو التلاتة بودينة دوما عندهم الامكانيات لتنظيم مونديال استثنائي عام الفين وثلاثين. والله انا بالنسبة لي انا ارى والمغرب تنجم تنجح الكأس العالم. مع انت اه على خطر عنده اللي تيران عنده عندهم الفلوس. اه. بنية التحتية السياحية ايضا. سياحية الحقيقة مع انت اه بسير كأس العالم انا بالنسبة لي انا مع انت اه قطر اللي كان تنجحة مية في المية بالنسبة لي انا اما حاجة في الكوب دي موندي دي دي ميترون. انك مع انت كما تفرش نجم تمشي ثلاثة بولدين. هكا ولي. قراب لبعضهم. قراب لبعضهم. نجم مع انت في شر دور ثلاثة بولدين. هكا ولي. كاتون سيتد عندك فيزا شنغين. هلا. انت ترى مغرب احنا بيش فيزا. شوف ما التنظيم اللي صار عاملته المغرب وكسوه في كأس العالم لندية في كل شي مع انت نشحت فيه. اه في الامن نشحت فيه في الامان. لونك انا نستنى في الكأس العالم اذي خطر بالنسبة لي انا بش بش يكن عالمي ومن تراز باه. ممكن تكون انت في احد الاضطر الفنية لاحد المنتخبات المشاركة في موديين لع personnاء vergين والتراتين. ربما تكون مساعدا لصديقنا الجهبذ محمد تسليتي. تنشوفه. ليش سمحني. توقي خوز سيد لقزع بكل احترام. معناها مش يكون معناها حاجة وراء العقل للتنظيم تاعم المغرب. ليش توا. على اي اساس يستطب ويسركوها. هو وعدة كابتل. هو وعدة. ليش تعمل واعدة. ولكن مش بش المعناها. شعبوية كابتل معنا تقصلي. ياسر شعبوية. نعرف المغرب تمركل عليها. تقدمت في كل ميادين. نعرف شو. التوريزم معناها مش يزيد. عشرة مرات. ما دخول التوريزم ألاف المليارات. كده. ومعناها مناها معناها كوروية. تقصلي معناها. مناها معناها كوروية. نحن معناها كوروية. استعداد معبية. استعداد معبية في كل بلده. نعرف شنوه. وحاجة أخرى فيما فئمها. ومن هنا للعائلة فهم ديفوديات الكبار اللي كانوا شادين من متخبات لمشاش يعني معاك تشوفهم. صحيح؟ لكن ليش تلاحو ديفوديات أخرين. ومنتكلموشي على. لكن ليش تلاحو ديفوديات أخرين. هو سباري تراباي كران تويته اه 48 كران تويته بردير من كوب جمودة فيم 26 معنى هي مش تتخف كران طبعا 48 منتخب يشارك كوب جمودة فيم 26 كان هذا مش اكثر مدارش علينا نجم حتى ستي في اتار تعميم لعبة كورة القدم ومشاركة اكثر عدد ممكن المنتخبات واكثر عدد من المباريات والاهداف لاغراض تجاري ومن الفانتين وممارسه وتجاري لكن كانت كورة تجاري اريد كيفاء انك البناء هذه الكورة ونرأت الكورة وهذه الكورة وهذه الكورة كابتر لم أسمع السين فينجير ما هو اقتراحات وليتطوير لعبة كورة القدم اوه كبير السين فينجير يشجع على كارت الازرق قال قausو تلعب بالساق بل يدي تسريع اللعبة 2 x 30 مع 2 x 45 60 دقيقة فقط المباراة تغيير لقوانين التسلل كما حكينا المريفات التسلل المهاجم عنده أسباقية كبيرة على المدافع هذا كله عليه عقده في لعبة أحسن لعبة في العالم عليه عقده فيها عليه يجب انت يا فنغير 30 دقيقة و 60 دقيقة وحكاية يجب انت في القول رجع 10 متر 30 دقيقة ما عشتترى الهديف في دولس ما تشوفش باس لا بشوالي أكثر سرعة يخي اللعب مش أكثر سرعة انت موريت الجامعة دي مباراة تعمل شاستر والأخرى والليفربول والأخرى يخي ديك من السرعة كبتن كتولي تعطي توش بالساق وما فامش أرجو في التوش راوك تربو تويت أسمح شوشو 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 محبو الاربيت المر ما نعرفوه. باو عنا في تونس ما نعرش الحق ما نحن بيش انا نحكم عنا ويا خطر برشة اخطار ويا حديس ميجيش النوم عليه. كابت نسمعت باولو مالديني شو نو قال على منتخب المغرب ولا لا? باولو مالديني حكي على آآ المغرب قال آآ كنت اعتقد انا منتخب المغرب ساخته فيه بعد انجاز آآ موديال آآ قطر لكن آآ هاني وكنت نسقعي بانو الرجلتات والنتيجة الصدفة كان في قطر وبلغة دور آآ النصفة الانهائي لكن نشوف كان في منتخب المغرب آآ مستمرين في جلب نجوم العالم وتقوية خطوتي هم يحكي على طبعا على آآ استقطاب ابرهيب آآ دياز وافتيكيكو من المنتخب آآ الاسباني حكي ايضا لا ما فماش افتيكيكو. اي. شنو كابتن فماش افتيكيكو. ما اعطاوش اهمية لدياز كيم ما اعطاوه لها ميلا قريتها وترجمتها معنى يعني عندي الواحة اسبانيور. فما روايات مختلفة. العالم تقول انه تلقى الدعوة لكن هو رفض. لا لا مستحيل. لم يتلقى اي دعوة. فما تزد روايات كابتنكو. عمارش ميكال واحد نعرش قديش. اي. صار اهميل. صار اهميل. وريال مادريد كابتنك فيش عاطب الاتحاد اسباني. اي عاطب الاتحاد المشكل ممكن رحيل برهيم دياس في وسط العرب. وريال مادريد في عوضي عاطب. عاطب نفسه لي طو طو العبود دياس. وذي 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 شنوتي قال سمح لي. يا دياس راني كنت غالت فيك. اه قال مالديني ايضا حكي على جانب اهم جدا في كأس العالم. قال على الحضور الاسري والوالدين في مباريات منتخب المغرب. قال هزي التالي فون كلام بيرلو قالوا ما خممت في النقطة هذه. ما استدعيت عائلتي وقتها بشوفوا الماتش الاخر متاعي بشوفوا مبارياتي مع المنتخب الايطالي مع ميلان. طبعا ثمن دور الاسرة في حياة لاعب كورة قدم ديجنو قال باولو مالديني به منتخب الجزائر بيتكوفيتش يتحدث عن البلايلي وغيابه. قال انا المنافسة الشديدة في مركز يوسف البلايلي وبيتكوفيتش يرغب في اعطاء الفرسة اللي لاعبين اخرين. بررحبا. ميكروكب. بالرحمة هكو ليه. فما برشا ملعب ايه في قصة. عمورة بالرحمة. ايوش. لا عمورة ايه دور عمورة. مارك الله عليه. بالرحمة. الاخر ما هو الكوبية. ما كيف كيف حتى بنماظرا عنده الحكاية تعلي كوبان. لسيلكشون دي كوبان. عنده الحكاية يجيب سي كوبان. ايه. معناها خطر يا لعب برحمة. برحمة خير منه. برحمة خير من بلايلي. ايه خير من بلايلي. شو البلايلي مشو قط اسم وانتهي الامر. فهمتي. ولكن توا صفحة اخرى للجزائر. طويت صفحة. اه? طويت. بالنسبة لنا. وانا قتلك من اول سنة. قتلك راوي سعيب باشي رجع المنتخب. معناها. معناها. سعي سعيب يسر. وبيتكوبيتش. ايه البانسا وترشاز. بشي يشوف حاجة اخرى. اخترا لك. نفس الرأي خالد. انا مع الكبس بالمشكلة الخرنية. اللي يضرب بالربيتكوشي. بالنسبة اللي انا بصم لبلايلي على انتهاء مسيرته الكراوية. الحقيقة. مع المنتخب الجزائر. الكل. الكل. كل كل كل. خطر بالكاركتير هذية وبالتصرفات هذية. راو حت هاد ما عشي شو يصبر على البلايلي خاطر الناس كل صبر تعليه وعونتوا بش يرجع. نعرفوا بكل مناشطات بكل كل شاي بالمشاكل اللي عملهم في نيدي قطر صورتو. دون في فرنسا ايضا. في فرنسا مع انجي. دونك بالنسبة لي انا. انت اهلي في السعودي. اهلي السعودي صحيح. دونك بالنسبة لي انا انتهي. ولو يعود مثلا. واخسارة كبيرة. ولو يعود الى تونس. الترجي الفريق اللي يجح فيه. لا 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 ما من خم. مع انت حاسب ترجع. لانه عرف نجيح في الترجي عرفي اطر اللي عب. ولا. الاسبرانس عارف كوش تاخده. تعرف الكاركتير متى. والاسبرانس قوتها في الحكاية تذو مارا. في الانكادرومان. رو برش ملعبائي تعديه قدامي. ومنهم انا ومنهم برش. ولو انه هو رو كان عنده شوية شاتحات في الترجي زيتون. شوية شاتحات ما عارف كوش يخدوه مع رو سي با فاسيل انك جوور طالنتيو وميزاجي. بش تعرف كوش تاخدو باري. بي. البيتكوفيتش مزيل كابتن ما يعرشي. على اللي. انا ملون كنت متفاجه كيفاش ترجي. اخذاته بعدك المشكل الكبير تعال كدام ونشطاته وكدام. ولكن في الاخر معناه كان الراجل معناه حاسم. حاسم في في البطولة حاسم في الشامبيانز ديج. وان الترجي هي رجعت له اسمه وفتحت له افريقيا وفتحت له الاحتراف في اوروبا وفي احتراف الخليج. ولكن هو لم يعرف يستغل هذا الباب المفتوح على ذي رعي. بي. بيتكوفيتش مزيل ما يعرشي الملعبية ديجا فما صور انه آآ قام بنسخ صور اللاعبين آآ كي ما قاعدين تشوفوا معني مزيل ما يعرش وجوه الملعبية آآ فترة تأقلم آآ بالنسبة لبيتكوفيتش وآآ مصافحة مع اللاعبين. بلنسبة رياض محرس آآ شنو قال بيتكوفيتش قال انه توصلنا مع رياض محرس وفي الفترة الحالية آآ رياض محرس غير مستعد آآ كان لدي اتسال مع رياض محرس عليه تناقشنا مطولا واخبارا انه ليس مستعد بعد العودة الى المنتخب وطلب وقتا للتفكير في مستقبله مع الجزائر. صحيح. هذا صحيح معني هذا كلموا قالوا بقول لماما فهمتوا ليه مانيش مستعد. نظن مش مستعد يمكن على طول. على طول. آآ وي. كل المؤشرات تدل على اعتزال. يتمس في كرامة ويتمس في كذارة وصعب وصعب جدا. باش باش يرجع. وخاصة ان انا بالماضي ما عادش هو المدرب اكتر. انا بقى انت خب المكايكة فهمتني. وجابوا مدرب جديد ليه جيل اخر ليه تفكير اخر ليه برشح ويجي اخرين. لا اكتر وقال توب بيتكوفيتش وعمل تصاور تعالي ملعبية. اي تصاور من لعبية. باش يعرفهم. اي. وكي يبدى عنده زوز طوامة وش يعرف. كابتن ذكرتني بحكاية ميتان ميتان. تعرف مش قال على الناخب الوطني والمدرب الوطني. الناخب الوطني متسرر وحيشي. والمدرب الوطني اسم ابو سعيلي. قال كابتن كل واحدة وكا ميتان هو الاول. اي انا كان يفسروا لي حاجة. ريت هالمكتب الجامعي دي تقول. كون مسؤول. خايفين. 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 مسؤول. دوتي زاك. افعالك. تحب تحط منتصر لول قول هو اللول. جابنا كلمة مصطلح. بارك الله وفيك في المصطلحات الغريبة. اللي دخل كورة القدم. فاما الناخب والمدرب. ما معنى هذا. وكلمة ناخب. انا بيدي فهمتش كبه. شارط القيادة تمنح اسماعيل بن ناصر. افضل خياره. بانسير افضل خيار. مدام مش محرز موجود. دونك هو يجي الثاني بعد محرز. ويستحق على البرفورمانس يعملها في المع المنطقة. خبه على البرفورمانس يعمل فيها في الميلان. وظاهر مع انت حتى كيتفرج فيه. انسان وثق من روحه. وظاهر مع انت الجروب كاملة تحبه. لعب خبرة. لعب على اعلى مستوى فيس بالسيريال. كان عنصر هام في ميلان في تحقيق سكوديتو اللي غاب على ميلان سنوات وسنوات طويلة. به. اه قبل ما نخرج وفاصل. محمد من عم مورة. اه? براهيمي. براهيمي كابتن بلاستو ما هيش واضحة برشا. معنا يمشي ويجي مم. يخرج يعطي البراسار. به. حلو. فكرة ممتزة كابتن وقت راح نتصور وصل الاشقاءنا الجزائري. به. محمد من عم مورة. اه لاعب سانجي الواز بعد كلام على اهتمام توتنهام بخدمات اللاعب. تصريح لآليكس مورين ورئيس نادي سانجي الواز. قال. فما لعب في في كلوب بروج اسمه تياقو. تكلف سبعة تليثين مليون ورقاء وكاو تياقو برازيلي. عمورة جزائري تعرف كابتن انو الجنسية عندها قيمتها في الانتقالات والاسعار والقيمة المالية تتضاعف انتو جنسية اللاعب قال. عمورة ارقام افضل من تياقو. تكلف سبعة راهو تحت وكيل كبير احنا بنعرفوش. انتي شفت الهدف اللي ساجلوا جماع هذي مع اولفز. ساجل الهدف ممتاز. ملاعبي ممتاز. شو فمين راه ريتلي ماش دو مارك. وريتلي زاجون. هذي كل راهو بيرو كامل يعرفوا كيفش يسوق اللاعبين مبتح. اتود وخدمة وكل. واضح. بعش وفش نحكي على نبيل الكوكي مغادرتو للنادي السفيقسي فاصل ورجعين. انتم تسمون في سبور شيك سبيسيال رمضان. اميغ لنزا على اي افام. احلى راديو. التسعة وخمس وخمسين دقيق على اي افام. الخبر اللي صدر في الساعات القليلة الماضية ورحيل نبيل الكوكي عن تدريب النادي الرياضي اسفيقسي. ويقالوا ان فما في رقع البيتة ترقب وضعية نبيل الكوكي. تعرف ان نبيل كوكي كابتنا عرف في نجاح مثلا في الجزائر مع ستيف مع شباب بالوزداد. لكن خلنا احكيه شوي على وضعية نبيل كوكي مع النادي اسفيقسي. هل نبيل كوكي هو المشكل بالنادي اسفيقسي كابتن في الفترة الاخيرة. مارك الله فيك في السؤال. وان هذا الارتباط هو منتظر من مدة وليس بمفاجأة. يعطيك الصحة في هذا السؤال وانا اطول. كل ما نعمل واحنا يزيبنا نقول انا يا ناس الالهين بالنوادي. ركب كل مرة كل مرة يصير فيه خطأ لتشخيص طبيعة الازمة. ما معنى. ان الازمة في نادرة مش مدر. الازمة الاولانية هو في نوعية اللاعبين اللي عندك انا تعطيني انت ملاعبية انت شو مش نعم بيهم انا. وتطلب باش نهزة انا باك الملاعبية ذوكم نص البيس عامة نتكلم رغم نتكلم على حتى الجامعية. مم. فمتني تطلب باش اي نقوم بانجازات ونمشي شامبيز ليك ونز التيتر ونهز 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 تزباش يا اخي. يعني فما اخويا بنقولنا بكل صراحة يتغشل ميتغشل فما نوادي انت بطولات. ننتكلم بصراحة معنى انت الثقافة على طول يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع البطولة. ولكن خلينا يا اخويا ايجيوا اخويا قبل ما نجيوا للمدرب. ايجي اخويا اعملوا تشخيص واعملوا تقييم ما هي الاسباب المباشرة وغير مباشرة تعادل الفريق وتدني المستوى انتاعه. نبدأوا من الادارة ثم من نوعية اللاعبين ثم من الامور المالية ثم في الاخر نجيوا للمدرب. اذا الامور الولانية قلت عليها ليست مطاحة فالمدرب وراحمة ببا كان جيبه ميتين مدرب. تقع دي هي. وكم من نادي غير المدرب. والنتيجة مشيت من السيء الى الاسوأ. هذا دليل ان المشكل جزء من المشكل المدرب ولكن الجزء الكبير هي ادارة ونوعية اللاعبين. الكابتن يظهر ليه يظهر للملعب التونسي فقط ما غيرش المدرب. حمادي الدو فقط. بقي كل غيره. بقي كل غيره. شوف امين انا انا مع الكابتن تعرف عليش. خطر بالنسبة لنا اللي زيت رانجيه متاع سي اس اس ما همش في مستوى وقيمة نادي الرياضي سفيقسي. وتحب كي ترجع شوية هكي بالوقت. انو راو مش هو نبير كوك يختارهم اللي زيت رانجيه هذوم. صحيح ولا لي? صحيح. فاما مشكلة اخرى هي كبيرة اللي انا تفرج ما تشوت سي اس اس. عندهم مشكلة بدانية. فيزيك ما طايحية نيسان ابلاء معانتا. من جموش معانتا. ميتان متان. 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 جمشتو مع المدرب راو. اوكي خذي وقتو متاع البرباراتيون. اما راو الكاليتيت دو جور تفرق. معانتا الملعبية والصنعة. راولي زيت رانجيه. كلهم. مع كل احتراماتي ليهم معانتا. ما همشتا قيمة نادي سفيقسي. حتى التوينسة. حتى المفاما ثلاثة اربعة من الناس. غرام. معانتا. بنارش معانتا. معانتا. معاناش. ما فاما همش في قيمة نادي سفيقسي. تحبول ما تبش. ديما المشكلة الترجع. المدر. ايه مدر. بشنا كوبري ونحن كوبري وروحنا المسؤولين. ناحية المدر. ونعرفوا نحن الحاجة الكبيرة اللي صارت في ديسمبر. وقت النادي الافريقي يحب على نبيل كوكي. والمسؤولين تعنت سفيقسي الله. وشدوا فيه صحيح وكل شي. دونك معانتا. ما تلون نبيل كوكي على مستوى اللي عندهم تعليعيبين. وفيه الموضوع. به هو خالد. متأكد انا في راقة تويش كل غيرت المدربين. في راقة مرحلة تفادي النزوء. نظري زيادة كيف كيف. كلهم بدلوا. كل غيرت. كان الملعب التونسي. كان ملعب التونسي. فقط في النادي. نادي الملعب التونسي. راولي ريزيطاتا. وما هم شبهين را. تحبو لا ما تحبش معانت. معانتا فوبا اخرى. راو ينجموا يغيروا المدر. سيلا. لا حكيه. معانتا عا. معانتا انت الملعب التونسي ناس كل كان تحكي اللي هو معانتا منافس بيرز على شامبيناه. كنت تقول فيه. دونك معانتا انتي كمدرب. هي الوضعية راو تتباير بين اللي هي الملعب التونسي وفرولك الملعب اللي اللي حاشتك بهم والكل. فهمت. شكرا لك خالد. شكرا لك خالد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك عند عندو يقيم. في الي افم تي بي. شكرا كابتن خالد حسني شكرا كامل الفريق متقابلوا غدوة. آآ في نفس الموعد من التسعة للعشرة بابا.